نروح لتفاصيل أكتر عن احنا قد نتكلم عن المنتخب الأولمبي ومكالي وإزاي أنت بتعمل معسكر ومش عارف بديات بتاعتك حتبقي يعني مشكلة موجودة وقائمة للأسف بس مش موضوع ده بقى أن إيش ليه هي موجودة هي قائمة لكن وضع المنتخب حبقي لو أنا مقدرتش فعلا أحقق بديات جيدة تؤهلني بعد كده أن أقدر ننافس وأقدر أن أنا أحقق حاجة في أولمبيات باريس لأن ما هو لازم الاستعدادات تبقى بنفس قوة المنافسة طبعا يمكن هم ناس شايفين أن المنتخب ده مش قادر نحقق مداليا لأن المنتخب اللي قابله كان أسماء على مستوى الأسماء كان أقوى وفي النهاية ما قادرش أن هو يحقق مداليا طبعا لأنه اصطدم بمنتخبة برازيل في النهاية في الدور التاني فكان طبيعي جدا أن أنت تخرج أمام فريق بعد كده قادر ياخد ميداليا زهبية فقا جايز هم شايفين أن المنتخب ده يعني هتصرف عليه مش زي مش هتصرف عليه هتتعب زي مش هتتعب ده يبقى صعب جدا لو فعلا فيه الموضوع ده متصدر أصلا أحيانا بيبدأ التفكير نعمل واجب ونرجع أحيانا بيبدأ التفكير ده شيء صعب جدا ما فيش دعي أن احنا نصرف لأن كده كده ما فيش نتيجة متوقعة جايز يكون ده التفكير لكن الحقيقة مش شايف تفكير وده يكون التفكير أحسن من هما يبقوا معرفوش يعملوا ماتش ودي يعني هما نسيوا أن فيه معسكر محتاج ماتش ودي لكن في النهاية أعتقد زي ما قلت يعني أنه ممكن يتلاعب ماتش ودي مع أي فرق مصري حتى درجة تانية درجة أولى أنهما اللعب بس الراجل يتفرج على الحالة الفنية الوقتية الحالية للعبين بتوع لأنه هو أكيد شافهم قبل كده لكن المعسكر الحالي جاهز يكون لعب مش في مستوى لعب عنده مشاكل معصر على مستوى بتدي يتكلم معه بتدي يحضره ويجهزه فنان ونفسان فكل دي الحاجات دي مش هتبنم التدريب دي هتبنم الماتشاط ومن الضغط اللي هتحط فيه في الماتشاط لكن أنا أتمنى أن المفاوضات تنجح ويجلقوا حتى ولو مباراة ودهية واحدة يلعبوها إن شاء الله قبل نهاية فترة التوقف الدولي الحالي لأن المنتخب المصري أعتقد منتخب جيد ويقدر يعني هو المنتخب اللي قبله ما قدرش لكن ده يقدر فعلا يعمل نتيجة جيدة حتى لو وصل مش لازم يقوم مداليا حتى لو تأهل من الدور الأول دور المجموعات إلى الدور الثاني ده في حد ذاته برضو بيكون إنجاز للمنتخب مصر إحنا عمرين ما خدنا ميداليا زهبية أو ميداليا فضية أو برونزية فأي بطولة جماعية في تاريخ دورة الألعاب الأولمبيا يمكن كنا قريبين شوية البطولة اللي فاتت في كورة اليد لكن للأسف خسرنا الميدالة البرونزية فيعني لو جي منتخب ده أو اللي بعد أو أي منتخب تاني قدر يحقق ولو ميداليا برونزية الحقيقة ده هيبقى إنجاز فوق العادة للمنتخب مصر والكورة المصرية عموما فلازم يكون فيه اهتمام أكتر من كده شوية بالمنتخب الأولمبي لازم يكون فيه اهتمام كبير كمان بمنتخب الشباب اللي ممكن يطلع عناصر للمنتخب الأولمبي قبل دورة بريس لأن انت ما تقدرش تضيف حد فوق السن غير ثلاث لعبين لكن تقدر تضيف كتير تحت السن لو عندك في فريق 20 سنة اثنين ثلاثة لعبين كويسين ممكن تشارك بيهم في دورة الألعاب الأولمبية فالاهتمام يكون بالمنتخبين كمان مش بالمنتخب الأولمبي بس لأن احنا داخلين دورة بريس عندنا أمل كبير عندنا أمل عندنا شكل كويس على أقل يكون عندنا شكل كويس يعني توقعاتك أن احنا أولمبياد بريس ربما سنظهر بشكل جيد يعني هسيبك من أن احنا نحقق شيء بس هنظهر بشكل جيد تنفسياً وفنياً يعني هي أمنيات مش طموحات الحقيقة مش قادة أصدق هتمنى لا 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 هتمنى الفقرة دي صعبة جداً مش كده طب جامل احنا على الهوى أنا جملت المنتخب الأول احنا عايزين على الهوى على فكرة أنا شخص كده بصراحة المنتخب الأول قلتلك هنتقهل كأس العالم إن شاء الله يعني لكن المنتخب الأولمبي نتمنى بقى نقدرش أقول لك حاجة تتحسب علي أتمنى أن هم يحققوا نجاح في البطولة ويوصلوا على الأقل إن شاء الله مربع زهبي في أولمبياد باريس لكن الطموحات بقى إن احنا في أولمبياد باريس نجيب ميديليات ميديليات كتير على المستوى الفردي طبعاً لأن عندنا أكتر من العب في رياضة فردية الحقيقة مميزين جداً في المصارعة وفي كذا رياضة القراتيل أسف اتشال من البطولة دي كان موجود في البطولة اللي فاتت لو كان موجود كنا هنتكلم على ميديليات زهبية كنا ضمننا إلى حد كبير إن شاء الله مفروض حيضم بعد كده بس مش السنة دي السكواش ونتمنى يبقى فيه برضو يعني إنجاز محقق وميديليات محسومة طبعاً لي مصر يعني إن شاء الله طيب حقفل بقى المنتخب الأولمبياد سح نقول إيه تاني بعد اللي تقالت سعينا أنه إحنا منتخب الشباب منتخب الشباب لسه فيه تقى كبيرة برضو إن هو يقدم حاجة مختلفة خلي أخذ رأيك في المنتخب ده طبعاً المنتخب الشباب عنده أسماء وعيدة على مستوى الناس اللي بتتابع قطاع الناشئين والشباب على مستوى الجمهور العام ما فيش حد معروف فيهم يمكن زعلوك لعب نادي الأهلي اسمه تردد كتير في الأوان الأخيرة أنه ممكن يتم تصعيده للمنتخب الأول أو للفريق الأول ويكون مميز لكن هي فكرة إنه قائل رياض كلنا كنا فاكريين إنه كان لعب موهوب إزاي وكان متقلق إزاي في فترة وجوده في النادي الأهلي وبعد كده مع منتخب مصر يمكن كان عمره إصار في الملعب لأسباب غريبة لكن في النهاية لأ لعب مميز شفناه دوره مع المنتخب الأولمبي كان جيد جداً وده اللي خلى يكون مرشح رقم واحد للمنتخب الشباب فإحنا نتمنى أنه هو طبعاً يقدم كل الخبرات اللي عنده للمنتخب الشباب نتمنى أنه يحصل على كل الدعم عنده الحقيقة الجيل ده يعني بسمع من زملاء اللي بيغطوا في مستوى النشئين والشباب إنه لقى الجيل الشباب فيه لعبة كتير كويسين في كتير من الأنداف مواهب مميزة جداً فأنا نتمنى أن المواهب دي نشوفها أنا مش مع فكرة إنه إحنا نجي مدرب أجنبي لحقيقة المنتخب الشباب لأن لما يكون مدير فاني مصري مر بالمراحل اللي فيها لعبين الشباب بل التجربته بالضبط وعارف الظروف اللي هما بيمروا بيها ما يجيش مدرب مثلاً أجنبي عايز يلعب يخلي الشباب دول يلعبوا تيكي تاك أو يلعبوا بشكل مختلف هما ما سموهش عنه ما متفرجوش عليه غير في التلفزيون لما يجي مدير فاني يبتدي معاهم واحدة واحدة وإن كان السن ده بتاع 20 سنة بنشوفه دلوقتي في أوروبا أكتر من لاعب تحت 20 سنة و22 و23 مميزين أكتر من لاعب لحقيقة في أرزنال في برشلونة في ريال مدريد لا بنشوف لعبين كتير مميزين برايم دياز اللي انتقل لريال مدريد لما كان في ميلان وما كان في منشستو سيتي كمان قبل كده فإحنا نتمنى أن نشوف من الجيل ده ولاوا لعب أو اثنين بس يقدروا يلعبوا على مستوى الفريق الأول مع أنديتهم ومع المنتخبات فرصة عندهم ويبقى أو المتبقي بقى اللي هم هيقدموه